وصناعة تقليدية محمد أمين حاش سعيد بزيارة تفقدية إلى ولاية بشار اطلع خلالها على المؤهلات السياحية التي تسخر بها الولاية الشيخ أغرب إن بأت النشاط السياحي وتشجيعه يمر عبر مراجعة كيفية التعامل مع السائح ولأنه نشاط خدماتي فإنه ينبني أساسا على توفير مرافق الإيواء هذا النمط المعروف بالسياحة لدى الساكن أو الإقامة لدى الساكن نمط مهم جداً كونه أولاً يشارك في تعزيز طاقة إيواء الحاضرة المحلية إلى جانب الفندقة الكلاسيكية إن شئتم وبالتالي يخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة لكن أكثر من ذلك فهو يساهم بشكل قوي جداً في تمكين السائح من الاكتشاف والتعرف عن قرب عن تقافات تقاليد أكولات السكان ولأن ولاية بشار تملك حمولة تقافية وتراتية هائلة فإن إعادة الاعتبار لها وعصرنتها يعد ضرورة مرحة من أجل الحفاظ على بعض المهن التقليدية الأيلة للاندطار باعتبارها عنصراً من عناصر الهوية الوطنية